اشتركوا في القناة وتتميز الحياة بضبابية الرؤية التامة ما احناش عارفين رايحين على فين ان شاء الله خير الخبر الاول من الاخبار الصفحة الاولى حكومة الانقاذ الوطني تؤدي اليمين خلال ساعات ومن الشروق الصفحة الاولى التحرير يطالب رحيل العسكري فورا والعباسية ترفض ومن المصري اليوم الصفحة الاولى متظاهر والعباسية يتهمون التحرير بالعمالة والشروق الصفحة الاولى زلزال المرحلة الاولى التوابع مستمرة والاهرام الصفحة الاولى الحرية والعدالة ينافس النور على 22 مقعدا في امتخابات الاعادة التي سوف تجرى يوم الاثنين والشروق الصفحة الثالثة الصحافة الغربية تتوقع صداما بين الاسلاميين والعسكر والاهرام الصفحة الثالثة اترياء مصري يفكرون في الهجرة خوفا من الطيار الديني والمصري اليوم الصفحة الثالثة نجيب محفوظ يشعل معركة بين السلافيين والمثقفين واخر خبرين من مصري اليوم واحد من الصفحة الثالثة القرادة ويطالب السلافيين بعد امركوب رأسهم وينصحهم بتحمل مخالفيهم والصفحة الاخيرة في المصري اليوم قيادي سلفي قال نتيجة الانتخابات مذكورة في القرآن ونديف عليهم خبر دكتور زويل انه تم انتخابه او تم تكريمه بصفته احد اعظم اعظم سبع قيادات في امريكا نعم وده عن موقع وائل الابراشي هنبدأ من حكومة الانقاذ الوطني تؤدي اليمين خلال ساعات خلال ساعات احنا تقريبا من ساعة ما تم تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل وزارة انقاذ وطني بعد رفض شديد من صوار التحرير لي واحنا بنسمع ان التشكيل خلال ساعات عارفين ان الدكتور الجنزوري التقى بعدد من الشخصيات العامة المرشحين للوزارة لحد دلوقتي المواطن العادي ما يعرفش مين هم دول ولا خلفياتهم السياسية ايه كنا نتمنى ان حكومة انقاذ وطني تعبر عن الحالة السياسية الموجودة في مصر الحالة السورية الموجودة في مصر من ضمن اللي اخترهم الدكتور الجنزوري لحد دلوقتي لم يلفت نظري ولا نظر اي متابع ان تم اختيار حد يعبر عن روح ميدان التحرير وعن روح السورة المصرية او على الاقل يبقى فيه توافق سياسي وطني في تشكيلة الحكومة يعني بحسب ما تم تسريبه بالامس وسيعلن عنه غدا مثلا او حاجة قدامنا تلت وجوه من الوزارة بتاع احمد شفيق ابو النجا وحسن يونس وحوالي ستة او سبعة من وزارة الدكتور اصام شرف اللي كان في حالة صخط عام على اداءها وعلى اداءهم فكأننا استبدلنا شرف بالجنزوري والوزارة مستمرة بنفس سياستها هو حتى تلاقي فيه يعني تلاقيها شبه كده وفيها شبه من الوزارات السابقة حتى نبقى بص على الاسماء وحتى اختيار مثلا الاخباط اللي فيها هتلاقيهم في نفس الامريك جاب البيئة جاب كبتي من البيئة جاب كبتي نفس السياسات اللي كان بيتعامل بيها طبعا الدكتور كمال الجنزوري قضى اكتر من عشرين تلاتين عام وهو مسؤول في نظام مبارك من اول ما كان نائب وزير لمحافظ لوزير لرئيس وزراء وبالتالي ما نقدرش نفصل ده ونقدرش نفصل طريقة تفكيره في طريقة تفكيره بعض الصورة طريقة اختياراته هي هي ما تغيرتش طيب خلينا نتنقل للخبر التاني لانه في مقابل الموقف الرسمي المعلن من السلطات الحاكمة في عندنا بقى موقفين تانيين في الشارع اعتصم التحرير اللي النهاردة يمر عليه 14 يوم من يوم 19 نبمبر لغاية النهاردة وجموع غفيرة في مدان العباسية والتحرير يطالب برحيل العسكري فورا والعباسية ترفض كان في مشهدين مهمين جدا مشهد طالع من مصطفى محمود بنعوش للشهداء اللي تم استهدافهم في شارع محمد محمود من قبل بعض القناصة العاملين بالداخلية استمرت مسيرة النعوش من جامع مصطفى محمود لحد التحرير المطالبة بحقوق هؤلاء الشهداء وبحقوق مصر في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية واستمرت اعتصام التحرير يعني شاركوا مع المعتصمين اعتصامهم لحد بالليل تقريبا في المقابل وده اللي أنا مش قادر أفهمه اخوانا اللي هم الراغبين في استمرار المجلس العسكري وتأييده يعني بيتهموا التحرير بالعمالة بالعمالة بالرغم من ان صور التحرير مش على بالهم اصلا ان في متظاهرين في العباسية ولا حد اتهمهم بالخيانة ولا بالعمالة ولا بانه هم ضد الصورة السؤال يعني انا عايز ارجع للمصر اليوم معاك وكمان في صورة مهمة مع الخبر اللي نازلة متظاهره العباسية يتهمون التحرير بالعمالة الصور كلها رفع صورة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس مدير جهاز المخابرات السابق وكأنه هو المستقبل انا مش عارف هم طالعين يؤيدوا المجلس العسكري ولا يؤيدوا عمر سليمان ولا الاسبوع اللي فات كانوا رفعين صور الفريق احمد شفيق وزير الطيران السابق الموضوع بيحتاج مننا احنا كصحفيين واعلاميين ان احنا ننزل ونرصد بس للأسف الشديد لما بيعرفوا ان في صحفي او تلفزيون جاي تلفزيون خاص او حد جاي من الصحافة الخاصة بيستهدفوه يعني اكتر من حد من زمين الاعلاميين الشغالين في التلفزيونيات والصحفيين لما بيجي داخلين الاتصام بتاع العباسية والمظاهرة بتاع العباسية وناس تعرف مجموعة لجوة تعرف ان هو جاي من صحافة خاصة مستقلة او ان هو جاي من تلفزيون اه خاص بيتم استهدافه فيه حاجة عايزين يخبوها نرجو الكشف عنها قريبا هي مشاهد تثير على متل استفهام في حاجات كتير جدا ونتمنى لكن الخبر اللي بعد كده بقى من الصفحة الاولى بياخدنا الموضوع الساعة وزلزال المرحلة الاولى للانتخابات التوابع مستمرة ويمكن زي ما انا قلت في المقدمة انه اكتر حاجة لفتت النظري في الموقف كله انه المستشار عبد المعز ابراهيم اعترف بالاخطاء وده اشيء يعني سلوك جميد وحميدين احنا نعترف باخطاءنا لكن هو السؤال احنا عندنا انتخابات اعادة بعد بكرة وعندنا انتخابات مرحلة تانية وتالتة واستغلال الدعاية او توجيه دعاية دينية طائفية ضد البعض تمشي مصلحة مصر في جميع الاحوال وانه ترك ذلك بدون حساب حتى الان والغاد للغاد دلوقتي ولا نعرف ايه اللي حصل في تحقيقات في عداث مسبيرو وي 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 كل الاحداث اللي فاتت كان فيها طائفية لم يتم اتخاذ قرارات من قبل المجلس العسكلي طبعا اداء اللجنة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات عليه علامات استفهام كبيرة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات سمحت باستخدام شعارات دينية من قبل بداية حزاب دينية بالأساس ام اه لحد دلوقتي اللجنة العليا ما جاوبتناش في اه كتل وتحالفات دون انا اسميها صرفت ملايين الملايين على دعاية مليارات اه مليارات صحيح ما اقداش اه دعاية تلفزيونية ويفض في الشوارع وبامفلت بيتوزع ده غير كرتين والزيت والسكر والرز هل هناك من التزم بحد المليون جنيه دعاية؟ ده اللي احنا عايزين نسأله بقى اه لحد مليون جنيه دعاية في حد بحاسب على ده؟ نصف مليون جنيه للمقعد الفردي ونصف مليون جنيه لكل اه قايمة اكيد محدش التزم طب ممي حادي بحاسب؟ المفروض ان اللجنة اللجنة العليا المشرفة هي اللي بتتابع ده وهي اللي بترصد ده وهي اللي عارفة ان اصدادها حاجة واضحة جدا ان الناس عارفة دقيقة اعلان في تلفزيون ما بتتكلف كامل لو حسبت حضرتك قول اللي ما يعرفش لا كتير بتتكلف كتير بتتكلف كتير حسب مختلفة بقى اه وقتها ايه في تلفزيونات شغالة تقريبا اربع وعشرين ساعة دعاية لكتل بعنها في في المقابل اه تحالفات اخرى شغالة دعاية دينية بشكل اه بيحاولوا بيه اثاروا على ارادة الناخبين الدعاية من داخل المساجد استخدموا خطبائهم وخطباء المساجد في التأثير على الناخبين طبعا اللجنة العليا لحد دلوقتي لم تعترف بهذا خطأ اعترفت ان في بعض السلبيات في استخدام بعض الدعاية اقدام كذا وكذا وكذا وان بعض السنة دي حصل فيها كذا وكذا لكن السؤال الاهم اه الاموال اللي تم صرفها في هذه الانتخابات من قبل المرشحين والقوائم والكتل اه الانتخابية اه نستأذنكم احسبوا اه القوائم دي صرفت قد ايه والحد الاقصى للصرف على الدعاية قد ايه وبعدها هل هتشتبوا القيمة او اه اللي استخدمت اه اه دعاية فوق القانون وهل هتشتبوا القوائم اللي استخدمت اه دعاية دينية واستغلت دور العبادة في الدعاية نفسها ولا لا ده لو حصل ده تقريبا الانتخابات كلها هتتلقي نرجع للخبر نرجع للخبر ونرجع كمان للنتائج ويمكن قبل قبل النتائج وهنا كان فيه في 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 ماتن الخبر بتاع الشروق زلزال المرحلة الاولى التوابع مستمرة انقصام في الوفد حول مصير البدوي بعد السقوط المدوي والاخوان تدرس اسباب هزيمتها امام حمزاوي منشور بالفوتوشوب بيصف النجار بمرشح الكنيسة وعميل امريكا ومنافسه السلفي يعتذر اه حزب الوفد من الاحزاب اللي لها تاريخ طويل في العمل السياسي عدل تمانين سنة ومع ذلك مواب اخسارة اه غير عادية وغير متوقعة هل تعتقد ان دالي تحالفة مع الاخوان في 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 البنائية لا لا لاه القابة باداء قيادات الوفد اه الحالية هو اعتمدوا على الشو ومنزلوش للناس يعني اعتمدوا على الشو وعلى الدعايا وعلى الظهور في الفضائيات ومنزلوش للناس في المقابل المنافسين التاريخيين ليهم سابوا الشو ونزلوا للناس واستهدفوا الناس بشكل مباشر. طيب عشان احنا عشان احنا فضل ما انا الخامس دايو لسه عندنا اخبار كتير. هو يمكن بس فيه فيه تعليق في كثير من من عنوين الاخبار على انه الدائرة الخامسة لم تعلن نتيجها. اللي هي تشمل السلام واحد واثنين والمطارية والمرج وعين شمس. وفيه فيه فيه ارقامها. لا 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 ده تقريبا لو ده نازل هيبقى نازل في الطبعات الاولى. ولكن اه المؤتمر الصحفي اللي اخده المستشارة عبد المعز ابراهيم الساعة تمانية. كان فيه نتائج كل الدوائر. حتى الدائرة اللي كان فيها مشكلة دائرة الاولى بتاع الساحل. دائرة الاولى القاهرة. اللي هي كان اسمه شرطة الساحل. كان فيها مشكلة وتم استبعاد تسعين صندوق. وفيه خمستاشر ضاعه. يعني مش عارف. هل يؤثر دريك على نازلات العملية الانتخابين. المفروض طبع ده هو فتح باب الطعم. كونه لم اه يوقف الانتخابات في هذه الدائرة. ويقعدها مع مرحلة من المراحل الجاية. ده لانه اعترف ان فيه تسعين صندوق تم استبعادهم. لان فيه اوراق لقوها متعلمة برا اللي جان. وان فيه خمستاشر صندوق ضاعه. ها? ضاعه راحه فيه مش عارف. ومع ذلك فرز باقي السنديق. واعلى النتيجة. والنتيجة فيها اعادة على الفردي. وقوائم تم ترتبها. وده بياخدنا بقى للخبر بعد كده بقى للاهرام الصفحة الاولى اللي هي بقى النتائج. النتائج بتقول انه الحرية والعدالة ينافس النور من الاهرام الصفحة الاولى. الحرية والعدالة ينافس النور على 22 مقعدا في انتخابات الاعادة. تقريبا كل المقاعد في اه التسع محافظات في المرحلة الاولى المقاعد الفردية اه باستثناء اه عمر حمزاو في مصر الجديدة. واكرم الشاعر اه في بورسعيد. ومصطفى بكري ورمضان وعمر. بس موقع موقع اللجنة الاولى الانتخابات لا يؤكد اه فاوز مصطفى بكري. لا لا خلاص معهم. اعلن يعني ده 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 كل الجرائد اللي معنا طبعات اولى في الطبعات التانية والتالتة المسألة حسمة. اه المصطفى عبدالعز ابراهيم اعلن فاوزه في المؤتمر الصحفي هو رمضان وعمر. فحسم اربع او خمس مقاعد على الفردي من الجولة الاولى. ومعظم اه اه المقاعد عليها اعادة في المرحلة التانية. الاعادة يقيمة بين اخوان وسلفيين او اخوان ومستقلين. اه. اشتركوا في القناة